نرى إن شاء الله حنبدأ درسنا بنص نصوص صناعة الآراء للكاتب توفيق الحكيم يقول الكاتب توفيق الحكيم قال الأديب قالت العصى ما رسالة الأديب والفنان في نظرك أليست هي في توجيه الرأي العام قلت أعتقد أن أسمى رسالة للأديب والمفكر والفنان ليست في توجيه الرأي العام بل في خلق الرأي العام إذن رسالة الفنان والأديب في خلق الرأي العام وليست في التوجيه توجيه الرأي العام يكون للسياسي أما الفنان والأديب هو يخلق الرأي العام فإن التوجيه معناه الدفع والفرض والسيطرة بفكرة أو معنى أو مرمى على نفوسهم وفي هذا انتصار بلا شك لفكرة المفكر أو لرأي الأديب أو مرمى الفنان اختر الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين الإجابات التي تليه حدد معنا توجيه هل هي تحريك أم قيادة أم إرشاد أم كل ما سبق هنا يقول وهنا الأديب توفيق الحكيم يتحدث مع العصى ويجري مع حوار لينقل لنا وجهة نظره يقول قلت أعتقد أن أسمى رسالة للأديب والمفكر أي أفضل رسالة وأعظم رسالة للأديب والمفكر والفنان ليست في توجيه الرأي العام أي أنه لا يوجه الرأي العام إلى فكرة معينة ولكنه الذي يخلق هذه الفكرة يخلق في نفسنا الحرية ويخلق العدالة ويخلق كثير من الفكر والمعاني وليس يوجهنا إليها إذن هنا كلمة توجيه بمعنى كل ما سبق لأن رسالة الأديب والمفكر والفنان ليست في تحريك الرأي العام ليست في قيادة الرأي العام أو إرشاد الرأي العام ولكن في خلق الفكرة نفسها وأن يخلق الرأي العام تكون الإجابة رقم دال السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين الإجابات التي تليه حدد مضاد كلمة أسمى مضاد كلمة أسمى هل هي أصغر؟ أبعد؟ أحقر؟ أم أعظم؟ طبعا هي أحقر لأن كلمة أسمى معناها أعظم رسالة أديب معناها هي رقم دال وهنا يريد المضاد أصغر مضادها أكبر أبعد أكبر إذن أعتقد أن أسمى رسالة أي أعظم رسالة للأديب والمفكر إذن مضاد كلمة أسمى أحقر الإجابة رقم جيم ترجمة نانسي قنقر